هجوم على مصر غير طبيعي وخده من ده كل يوم بقى النهاردة واحد اسمه أسامة جويش أحد الهاربين اللاجئين إلى لندن بيقول الحمد لله النهاردة بتقدم خطوة جديدة في حياة المهنية وبدأت عملت اتفاق أتعامل مع الجارديان الجارديان دي ممولة من قطر انتوا عارفين ودائمة الهجوم على مصر أسامة جويش الإخواني الهارب بيقول أنا اشتغلت عند جماعة طوع الجارديان وأول موضوع اتنشر لي فرحان جدا أهو أسامة جويش بيقول الحمد لله النهاردة بتقدم كذا كذا وجايب آدي صورة ميدان التحرير محطوطة على تقرير أو كاتبه الأخ أسامة جويش اسمه في الجارديان ده جارديان قدامكم يعني الناس دي أصلا ما عندهمش لقوة مهنية ولا إبداع مهني فقط إلا الهجوم على بلدهم بس الهجوم على مصر ده هذا التقرير اللي كاتبه أسامة جويش وفرحان بيه وطبعا مفرح كل حبيبه عصامة الليمة الشيخ عصامة الليمة الشيخ الواقح الكذاب عصامة الليمة كذاب عصامة الليمة كذاب وواقح وشفت قبل كده كان بيشتمع الإخوان وبيقول عليهم إيه وهو كان مدير مكتب القراضوي سنين لكنه ضال مضل والله عصامة الليمة أختصم كمام الله يوم القيامة في من أضلل انت ضليت أمة انت وشيخك بيقول له أهنئ صديقي العزيز وأخي الحبيب دكتور أسامة جويش على أول تعاون صحفي له مع صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير عن رموز ثورة يناير بين ميدان التحرير وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا مزيد من النجاح والإنجاز يا صديقي إيه هو الموضوع مش إحنا قلنا يا جماعة هو أنا مش قلت قبل كده إن الجارديان دي مقربة من الإخوان مش قلنا هذا الكلام يعني إيه هو بيزبطه وضع عصامة الليمة وضع عصامة ما جويش فتحولهم أبابهم أفروش هيا الله اشتغل الوضع عصامة الليمة كتب عمل تقرير وهو قاعد في مكتبه هناك في لندن بيقول إن يقول سيد تسعة وتلاتين سنة كنت جزءا من تلك اللحظة التاريخية يقول هاني محمود 41 سنة والذي عمله كمسؤول في حملة المراشح الرئاسي السابق عبرين عبد الفتوع قاعد يكتب تحقيق بيعمله عيل في سنة طالب في سنة أولى إعلام ما يعملش بهذه السطحية لكن الجاردين هتقبل أي حاجة فيها مصر وبقى يجوم على مصر وحط إرزع صورة ميدان التحرير والناس تكسب الهجوم على مصر دلوقتي يكسب السباب على مصر دلوقتي يكسب بتروحوا الإنسان دلوقتي دل أنا عايز الناس المعنية صارت منصور شوفوا لي عدد الجمعيات اللي تم إشهرها بعد وصول الديمقراطين للعجل سبوبة كبيرة مشروعات مشروعات ده مشروع استثماري مضمون الربح إنك تشتب مصر وتهاجم على مصر ده مشروع استثماري مضمون الربح لده هؤلاء بسرعة الراجل أسامة جويش نط على شغل الجاردين وجاب أي أسماء وهمية وكذب كلمتين والإخوان والتاني ده عصامة الليبة بيبريك له وبيهنيه ليه؟ لأنه خلاص موسم التزاوج بدأ موسم التزاوج بدأ بين هؤلاء المعنيين بالارتزاق عن طريق حقوق الإنسان والإخوان وإحنا شوفنا الإخوان بدأ لهم موجهات موجهة إنك ترب بدأ موجهة إنك تحلى دأ موجهة إنك تلبس قصير موجهة إنك تلبس طويل موجهة العيال الدعاه الجدد موجهات شغالين الإخوان الناس البحثين يقولوا دلوقتي الموجهة بتاعتهم تركب محطات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ومن خلال حقوق الإنسان تقدر تشتم تعمل تأرير تهاجم توصل اللي أنت عايزه ومحمد صلاح سلطان نموذج لهذا لن يتوقف هؤلاء علينا بالمرصاد لهم وأنا بقول تاني مصر على فكرة برضو لا إحنا فيه عندنا تقارير بتتعامل وهنا عندنا مجلة دورية تطلع كل أسبوع يمكن أو أسبوعين من المركز لمصر للدراسات تكلم عن باللغة الإنجليزية طبعا عن الإخوان وعنف الإخوان ومترجم داخل بريطانيا يطلع هذا كلام إحنا بنعمل شغل رائع جدا جدا بس عايزين ننشره عايزين نتحرك به عايزين ننسق بأنفسنا اتقى بالنفس والجراءة كونوا جريئين وثقوا بأنفسكم وثقوا بمن يدير المشهد في مصر الرجل الذي يدير المشهد في مصر الآن مخلص أمين قوي لديه وعي مؤمن بشعبه ومكانات شعبه وهننطلق وهننجح